السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نقول دائما اتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ أم لطفة وصفة جديدة وفيديو جديد. سنشارك معكم اليوم المعلكة ديال القرقاع عندي كيلو ديال القرقاع. وعندي نس كيلو ديال اللوز وعندي كل واحد غنضير معها كاس ديال السكر سانيدة يعني كيلو ديال اللوز وعندي كيلو ديال اللوز خضيت منه واحدة الكيمية ديال النصوصة اللي غادي نزوق بهم هاد المعلكة ديال القرقاع. هادي كنت ندير كاس ديال السكر وكن نطحن مزيان هاد المكونات هادي. حتى كتوليليا يعني بحلة كنقول بحلة مسمدة ما كانت نطحنواش بزاف تتولي ببودرة وما كانت نخليواش غليظة كنخليو شوية مسمدة. أنا ملي غنطحن غنوريكم اه يعني الشكل كيفاش غنخليو هاد القرقاع هادا مبعد ما غنطحنوه. وهنا مبعد ما طحنتو هنوريكم كيفاش كي يولي. بحلة كده كي يولي مسمد. صافي ده بغن ناخد اللوز تهوا نسكيلو ديال اللوز هنا اللي يمسوح من الغبرة ومنقي وغادي ندير معاكس ديال السكر سانيدة تهوا وغادي نطحنوه. نحنو غنوريكم كيفاش القاوام ديالو كي يولي. وصدقوني راه هادا غريبة ديال القرقاع او المعلكات القرقاع كتجي من ألد الحلويات المغربية وهي كما لاحظو يعني في الخدمة ديالا مشي شي حاجة صعيبة صغير المقادير ديالا تكون مضبوطة. وان شاء الله غنخلي لكم المقادير مكتوبين صندوق الوصف. هناك انقرب لكم القرقاع من بعد ما طحنتو كنوري ليكم. ودابرة كان نطحن اللوز تهوا غادي نخلطهم بجوج مع بعضياتهم. هاللوز كيفاش يولي حتى هو. بعد ما طحنتهم عديك الكسد السكر يعني في المجموع. هنا جوج كيسان ديال السكر. سوف نخلطهم بجوج. وهنا عند اتنقر عندي. واحد خمسات البيضات من الحجم الكبير. محطة جانبا لانا. كنا نبقى نديروا البيض غير. مثلا نبدأ بثلاثة ومن بعد غنزيد واحدة. وغنشوف الكمية لغيزة ديال البيض. هنا ندير واحد الصشي ديال الزازهار او الفانين. اللي بغيتونتوما. واحد الصشي ديال الخميرات ديال الحلويات. صافي او واحد الرشيدة ديال الملح اللي ضرورية. اللي تصحح الدوق. وكتحيد لنا البسولة كي نقولو ديال الحلاوة. واحد معلقة كبيرة ديال القليكوز. اللي ما عندوش القليكوز ممكن يدير واحد معلقة كبيرة ديال كونفيتور. تهيا كتجيبتها ديال كيغي باش كيعطينا ديال التعليكة. صافي اهنا غادي نبدأ نزيد اخذ ثلاث البيضات. كي قيت لكم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وغادي نطربهم. حالكة. رائعة شوية. وغادي نزيدهم على هاد الخالط. وغادي نبدأ. نجمع. وغايبقى وليا جوج بيضات اخرين. غادي نزيدهم بالتدريج وحدة بوحدة. ويبقى البيض على حسب الحجم ديالو. إلا كان البيض كبير ولا البيض صغير. وهاد الحلوة كتبغي في اللول تكون شوية مرخوفة. وكنخليها شوية باش كتتشرب. قدمة اه خليناها مرخوفة وتشربت قدمة كتجينا معلكة. يلا درناها ناشفارة ما كتجيناش زوينا. صفي انا غنزيدو كجوج بيضات بالتدريج. وانطلقوا ان شاء الله باش شوفوا. اه يعني القاوم ديال هاد المعلكة. قبل ما نبدو نعبروها. انا بغيتهم يجيوني كاملين مقادين عبرتهم. يجبت الميزان. وكندير كل وحدة فيها 24 كرام. باش كي يجيوني كاملين مقادين. مكندينيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة. وضروري كانبقا وكندلكوها بشكل اللي كانت تضح لكم الصورة. حتى كانحصلوا على القاوم اللي كانبغيو نجمعوه. كيتجي معلينا بسهولة. هنا كي قلت لكم راجبة الميزان وكندير الكويرة. فيهم 24 كرام في الوحيدة. ومقبل من لي كاندير الكويرة كاندير يضيف ماء الزهر. وكندير كندور كويرة كان قادة وكنحطوها في سكار غلاسي. أرى هادا كي قلت لكم هادا الحلوى هادا المعلكة في خدمة ديلا سهلة. مش شي حاجة صعيبة خصغير يكونوا المقادير مضبوطين. وهاد الميزان كي سهل لنا العملية باش كي يجيونا الكويرة ديلا كاملين في حجم واحد. يجوني مقادودين. بهاد 24 جرام. صافيه نارا عندي طاوة ديلا الفران. نفرش عليها الكاغيت ديلا الطبخ. وهادين ناخد كلها كويرة. كندوزها مزيان في ذلك السكار غلاسي. والاحسن سكار غلاسي يكون سكار غلاسي سبيسيال. باش كي يجينا ازوين. ومني كنديروها كندينو يدينا بما الزهر. وكندوزها ركت جينا فيها المادة قد ما الزهر في نفس الوقت. ديكما الزهر كندينو بها. كي يخليها تهزلينا السكار غلاسي مزيان. صافيه أنا غادي نستفهم. كنحاول نديروهم بعيدين على بعضياتهم. لأن الحجم ديالهم كي يرجع كي يتضاعف. هنا كنوريكم ديك النصوصة للقرقاع. كنختارو دوك النصوصة اللي كي يكونوا زوينين ومقادين. كنحيدوهم جانيبا. كنمسحوهم حتى وما من الغبرة. هما اللي غادي نجيب واحد بايد ديال بيضة. غادي نبقى نز نصيص ديال القرقاع. ونحطو فوق كلها وحيدة. نضغطو لديك النصوصة. تقريبه بايد ديال بيضة ولي كي يخلي هدى. هدى نصوصات القرقاع يشبروا لدينا مزيان. في الحلوة. من اللي كنضغطو غايشي شوية. باش كتشد الفورما. وكتلسق ديال مصيص ديال القرقاع. فوق كلها. كلا غريبة. نشعل الفران على 160 درجة نشعله لتحت والفوق ونضع الطاوة في الرف الوسطاني ونجعلها بين 12 و 15 دقيقة تكون طائبة ونحيدها حتى تبرد ونجعلها بعضها من طاوة سخونة لأن تكون بحلها مرخية لتحرس ونجعلها حتى تبرد تماما نضع الفران ندخل الفران ونضع الفران ونشعل تحت والفوق على 160 درجة نضيفها من 12-15 دقيقة نضيفها في الرف بحلقة الوسطة نضيفها من الفران نضيفها من الفران المصر يجب على ضعف المصر الى اللقاء تقريبها يقوم بطاوة يجب على طاوة يجب على طاوة دائرة الكمية منذ منذ تحت 940 حبه الغريبه معبوره ومقدوده نسيقه على الطيب وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طابت اتمنى اتعجبكم اتنال الريضة ديلكم لا تبخلوش علية انتو ما بلايك لا بقيتو معي احتل دابة وتعليق زوينة ديلكم وبالصحة والراحة الى فيديو قديم ان شاء الله